السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم من مطبخ بالهنا معموني هقدم لكم النهاردة طريقة البقلاوة وسر بقى جمالها بقى ورمجتها يعني خطيرة المرة دي نمقدمها لكم بالجلاش المرة الجاية ان شاء الله هعملها لكم بعجينة البقلاوة البيت شايفين شكلها تعالوا بقى نشوف المقدير وطريقة التحديد هنا معاي بقى السيرب بتاعنا هو الشربات كوبايتين من من السكر وحط معاهم كوبايتين من الماء الكمية دي كمية كبيرة اللي حابب يقلل الشربات يعني كوباية وكوباية براحتك غالص انا بخلي عندي كمية من الشربات زيادة هقلبهم بالشكل ده ودايما لما بقلب بقلب من منتصف هرفحهم على نار عالية يغلي بس كده هحط النص لامونة وبعد اما حط النص لامونة هحط باك وفانيليا وههدي النار خالص علشان السكر ما يسكرش منك دي اهم مرحلة في تحضير الشربات نبدأ بقى في التحضير البقلوة نفسها هنا معاي بقى لفة الجلاش بتاعتي ولفة كبيرة من الجلاش اي نوع طبعا انتو بتستخدموه بتفضلو بتجيبوه دي اللفة اللي معاي هنا بقى معاي كوباية وربعة من اللوز كوباية وربعة من اللوز المطحون او السوداني المطحون براحتك خالص المتوفر عندك هتعمليه هنا معايا كوباية من الزبدة السايحة ومعايا معلقة من الفانيليا ومعايا 3 معالق من جسد الهند و3 معالق كبار من السكر ومعايا هنا بقى معلقة صغيرة من القرف دي كل الحاجات اللي انا هستخدم في بولا صغيرة هضيف اللوز المطحون طبعا انا محمصه وطحنه اللي حابب يحطه ابيض براحتكم خالص بس انا بفضل ان انا احمصه قبل ما اطحنه وطحنه بالقشر بتاعه مش مقشرة حطت بقى كل المكونات اللي معايا بالشكل ده وهقلبها كده طبعا علشان الحشوة تكون متماسكة معايا في البقلاوة او في اي نوع من انواع الحلويات بمكسرات لازم اطفلها 3 معالق من المياه علشان تبقى معايا الحشوة متماسكة هقلبهم بقى بالشكل ده كده كده خلاص هفرد بقى الجلاش اللي معايا هفرده كويس قوي وخلي الورق كله مترتب فوق بعضه كويس تمام هحضر بقى الصينية اللي انا هحط فيها او الفورمة اللي انا هحط فيها بيريكس الموجودة عندك انا المقاس اللي معايا مقاس 28 حب انك انت تخليها في صينية مربعة براحتك غلص هقطع بالشكل ده بشكل مدور انا سايبة بس يعني اقل من نص صنطي من على الحروف بعد كده انا هسويها تاني بعد ما احطها في البيريكس هقطعها بالشكل ده كلها داير ميدور كده برضو باجي بقطعها تاني بالسكينة علشان تكون وصلة للاخر دي هلفها بقى وهخليها على جنب هنا بقى هقطع الحروف دي بالشكل ده طبعا كله هستخدمه هنا هحط بقى كمية من الزبدة اللي معايا في قاع البيريكس بالشكل ده وهبدأ بقى بالورق المتقطع اللي انا قطعته يعني النصين دوت هفرده كده بالشكل ده في النص وبعد كده الورق الصغير بحطه من على الحروف انا حطيت الورق دي من النص كده علشان يبقى يعني ايه متماسكة شوية معايا برفع الورق شوية على الحروف يعني على حروف البيريكس وما تجيش عليها وتتحرق مني تمام هغطي بقى كل القاع كله بنفس الشكل كده وارفع الورق بتاعي على الحروف وهفرد الورق اللي معايا كله بنفس الطريقة كده هنا بقى بصوا يعني انا متعمدة اقوقة وارغولكو برضو في الفيديو الورق طالع كده نحية الحروف بالشكل ده ما تقلقيش الورق دوت مش هيأثر معاك خالص ان هو مقطع كده وهيبان بعد ما ما تتقطع وتتقدم ابدا هنا قطعت الجزء اللي هو اللي كان كبير معايا دوت مستطيل اخدته نصه هفرده هنا بقى ورقتين ورقتين انا ما بشربش سمنة خالص ولا هتطلعها سمنة خالص السمنة حطها في الاخر بطبق الورق بالشكل دوت من على الحروف علشان بس تبقى متساوية معايا وما يبقاش متبهدل هنا بقى حطيت الحشو بتاعي بنفس الشكل كده وبضغط عليه بالمعلقة هي هتاخد كمية الحشو اللي معايا كله هنا بقى بنفس الطريقة كده تضغطي عليها ولحب ان كنت تحطي صنية تانية فوقها وتضغطيها ضغطة واحدة وخلاص هبدأ بقى فرد الورق المربع اللي كان معايا الهول مستطيل اللي انا اخدت نصه وحطيته من تحت الحشو برضو هطبق الورق من على الحروف بالشكل ده عشان تكون متساوية على قد ما قدر يعني ارتب الورق جنب بعضه كده جنب بعضه جنب بعضه عشان لو حطيته في اتجاه واحد هيبقى مرفوع في البقلوة بتاتي انا حب ان هو يكون شكله متساوي كده خلاص بقى خلصنا كمية الورق اللي احنا كنا مقطعينها نجي بقى في الورق اللي هي الكبيرة خالص اللي انا مقطعطاها على شكل مستدير دي بقى انا اسمتها من النص خدوا بالكم انا اسمتها من النص علشان اخدوا النص المتساوي ما في وش ولا قطع ولا اي حاجة وخليلي الوش هساوي بقى الحروف بالشكل ده زيادة كلها بقطعها كده عشان بس تديني الشكل المتساوي تمام كده السكينة اللي انا هستخدمها سكينة مش مشرشرة سكينة عادية خلص علشان انا هقدر قطع القطعة تكون متساوية معي وقطع القطعة يعني القطعة بتكون قد سبعين بالزبط تقدري بقى تقسيها بمسطرة تقدري تقسيها بصوابعك برحتك خلص كده انا قطعت الاتجاه اللي هو الطول هنبدأ بقى في اتجاه اللي هو العكس انا هاخدها بميل شوية مش هاخدها قطع مربعة انا هاخدها كده شكل ايه سامبوكسات يعني اللي هو الشكل السبعة في تمانية ده بيبقى جميل جدا في البقلاء هاطحها كلها بنفس الشكل وانا بقى اتطحها دايما بروعي ان انا صوابعي بتكون من على الحرفين القطعة اللي هتتقطع والقطعة التانية علشان اسند القطع واسند الورق ويكون متساوي معي تمام؟ يعني السكينة بتعدي بالنص صوابعي هنا بقى بعد اما خلصتها هشربها بقى بالسمنة او بالزبدة او باي حاجة متاحة عندك فيه ناس بتعملها زبدة وزيت براحتك خالص هشربها بقى بالشكل ده وهيتبقى مني من الزبدة يعني مش تاخدها كلها دول اللي تبقوا مني تمام؟ هدخلها لدرجة حرارة مية ومية وتمانين لمدة تلت ساعة او نص ساعة لحد اما لقيها حمرت كده من تحت ومن فوق يعني لون هيكون متحب تمام كده؟ شربتها طبعا ووزعت السمنة على الحرف وكله هتفضل نص ساعة وتلت ساعة هنا بعد اما خرجت من الفرنة طبعا هي سخنة والشربات كان معانا متلج يعني بارد مش متلج باتلج بالفريزر يعني بارد تماما هي سخنة والشربات بارد طبعا قنقوام الشربات تقيل وبشربها بقى بالمعلقة شايفين مبين الخطوط التقطيع كده وبعدي الشربات خفيف خفيفة كمية الشربات اللي انا اخدتها نص الكمية اللي انا عملتها هورحالكم برضو في الاخر طبعا يرجع كمية الشربات لحسب كل واحد فينا في ناس بتحب الشربات خفيف جدا في ناس بتحبه كتير على راحتك انت بقى تحط اللي انت بتحبيه دي كمية اللي فضلت مني هحتفظ بيها في التلاكة هنا بقى التزيين تقدر انك انت تزييني بقى بجوزة الهند تقدر تزييني بالفصدق الحلبي انا هزيينها بالفصدق الحلبي اللي حابب يتحم لوز اللي حابب باللوز المبشور براحتك خلص اللي حابب يسيبها سادة برضو جميلة جدا هواصل بقى التزيين بتاحها بنفس الشكل كده كده بقى اكون خلصت البقلاو بتاعتي يعني خطيرة وجميلة شايفين شكلها ما شو الله يعني جميلة وطعمها بجد كان جنين دي طريقة النهاردة في التقديم يا رب تكون عجبتكم لو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وكمان لايكات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته